بالنسبة للنظم الغذائية اللي بتخلي الأطفال وزنهم يقل آه ممكن طبعا في العمر ده بيبقى صعب شوية ولكن بيبقى كله مبني على فكرة تجنيب بقى الأكل الخارجي خالص دلوقتي يعني الأكل ده ننسى أصلا ولما بنروح له زي ما بقول بنروح لقطع صغيرة جدا قطع صغيرة جدا مثلا من الكوسة ولا الجزر ولا التفاح المسلوق والمهروس وما إلى ذلك علشان بس الطفل يفضل محافظ على شغف تعرفه على الطعام الخارجي إنما بيكون الأساس هو في عمل نظام غذائي ريجيم بس بيبقى للرضعات يعني الرضعات بتكون قليلة وارد جدا برضو احتمال إنك تكوني بكت بتزودي كمية الرضعات زيادة عن اللزوم فيعني إن الطفل تقولي إيه لأ هو أصلا ما بيشبعش ما بقولك في كتير قوي من حضراتكم من الأمهات للأسف عندهم هواجس كده طول وقت ناحية الرضعات الصناعية وكأنه الرضعات الطبيعية إذا في حال تعزرها بتكون الدنيا تهدت لا الدنيا تهدت وكل حاجة بأمر ربنا سبحانه وتعالى ومليارات الأطفال على مستوى العالم عبر عشرات السنين ما رضعوش رضعات طبيعية مش بقول إنها مش مهمة بس قصدي إنه بيحدث إن في أطفال ما بترضعش رضعات طبيعية وبيبقوا زي الفل لكن ناقص إيه بس إن إحنا نقتنع بالكلام الطبي لما نقول لحضراتك أنت باللوقتي مش قادرة على الرضعات طبيعية هنلتزم باللبن الصناعي ده بس يبقى هو ده بس بس ما نجودش بقى ما نعملش حاجات زيادة تمام؟ نيجي على السؤال اللي بعد كده يعني برضو إجمالا برضو عشان نبقى يعني وفّينا لحضراتك الموضوع لازم لازم عرض الطفلة على الطبيب الخاص بيها لكن أنا إديتك محاور عامة لتصور ليه ممكن يكون الوزن زائد تقلقي؟ أه تقلقي ولكن ألأ صحي وليس ألأ مرضي ألأ اللي هتعرف تتصرف واللي هنلاقي حلول بإذن الله اشتركوا في القناة